دي الحلقة 115 من سلسلة نصايح ومعلومات عن الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة الحلقة دي هتكلم فيها عن إزاي حضرتك تحسب نسبة التحميل للوحدة العقارية اللي حضرتك بتشتريها من المطور العقاري مع حضرتكم محمود كساب استشاري عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة شركة ريال ستيت جايد مبدايا حضرتك لازم تعرف إن فيه أنواع من المساحات زي المساحة الإجمالية اللي هي بتبقى المساحة البيعية ومساحة التحميل والمساحة الصافية ودي بتبقى المساحة الحقيقية اللي حضرتك بتستلم عليها ودي طبعا بتكون شامل الجدران اللي داخل وحدتك وفيه كمان رسمة الأوتوكاد ودي طبعا اللي بتوضح لحضرتك صافي الأبعاد بالزبط اللي حضرتك بتفرش عليها من الحيطة للحيطة وطبعا بيكون مخصوم منها تحميل الجدران ودي طبعا بتكون من ضمن المرفقات بتاعة العقد اللي بتبقى مع حضرتك اللي بتوقع عليها وده طبعا لو حضرتك بتشتري في مشروع لسه تحت الإنشاء والفرق هنا ما بينهم بيكون موجود فيه اللي هي المساحة بتاعة التحميل والموضوع ده أنا كنت شرحته بالتفصيل في حلقتين قبل كده عن توضيح الفرق بين المساحة الإجمالية والمساحة الصافية وبين الكاربت أريا فعشان تكون المعلومة وصلة لحضرتكم بشكل مختصر بالنسبة المساحة اللي حضرتك بتشوفها في البروشور بتاع المشروع اللي حضرتك بتتعاقد عليها دي غالبا بتكون صافي المساحة بس عادة مش بتبقى دقيقة في تحديد طبعا الأبعاد للتصميم الداخلي للوحدة اللي حضرتك بتشتريها وكمان مش بتبين لك إذا كان فيه أي عواميد أو دكت مثلا داخل الوحدة ممكن يصعب من الفرش بتاعها وبالنسبة للمساحة الصافية دي اللي بتوضح لحضرتك صافي المساحة الداخلية للوحدة اللي حضرتك بتشتريها وطبعا بتكون شامل الجدران الداخلية للوحدة حتى كمان بتكون شامل عرض النص طوبة للحيطة اللي بتفصل وحدة حضرتك عن الوحدة بتاعت الجاري اللي جنبك وبالنسبة للرسمة بتاعت الأوتوكاد أو الكاربيت أريا دي المساحة اللي حضرتك بتفرش على أساسها فهنا طبعا المساحة دي انت بتقيس هنا الأبعاد الداخلية للوحدة بالضبط اللي حضرتك هتفرش بناء عليها وبتوضح لك كمان إذا كان فيه أي عواميد أو بروز مثلا داخل الوحدة وبالنسبة للمساحة بتاعت التحميل دي عبارة عن المساحة اللي بتخص وحدتك من الخدمات الموجودة في المبنى وأنا بتكلم هنا سواء إذا كنت حضرتك بتشتري شقة أو محلة أو مكتب بحيث إن بيبقى فيه استفادة مشتركة من المساحة دي بين حضرتك وبين الملك داخل المبنى زي مثلا السلالم أو الأسانصيرات أو المنور وطرقة التوزية أو الكوريدور فدي كلها بتتحط تحت مسمى مساحة التحميل طيب وعشان حضرتك تعرف مساحة التحميل فأنت طبعا هنا بتطرح المساحة الإجمالية أو المساحة البيعية اللي حضرتك بتشتريها بتترحها من صافي المساحة وصافي المساحة حضرتك بتعرفها لو الوحدة مبنية طبعا فأنت هنا بتقيس الأبعاد الداخلية بنفسك بس طبعا انت هنا بتطلع الكربت أريا اللي هي بتبقى المساحة اللي حضرتك هتفرش عليها لكن لو حضرتك عايز تطلع إجمالي صافي المساحة الأفضل طبعا إن حضرتك بتطلب من المطور الرسمة بتاعة الأوتوكاد اللي هي بتوضح لك الأبعاد بتاعة الوحدة الداخلية اللي بتكون طبعا شامل الحطام اللي بتبقى طبعا داخل الوحدة بتاعة حضرتك بالإضافة كمان إنها بتوضح لك الكربت أريا فأنت طبعا هنا بتطرح صافي المساحة من إجمالي المساحة وهنا طبعا بيطلع لك مساحة التحميل كم متر بالزبط ولو حضرتك عاوز تعرف النسبة المقاوية لمساحة التحميل فأنت هنا بتقسم مساحة التحميل على إجمالي مساحة الوحدة وبتضربها في المية فهنا بيطلع لك النسبة المقاوية لمساحة التحميل بالزبط يعني على سبيل المثال لو حضرتك اشتريت شقة 150 متر ولقي نصافي بتاعها 115 متر فأنت هنا عندك مساحة التحميل 35 متر الـ 35 متر دولة حضرتك بتقسمهم على المساحة الإجمالية اللي هي الـ 150 متر اللي حضرتك بتتعقد عليها وبعد كده حضرتك بتضربها في المية فبيطلع لك نسبة التحميل 23% فانت كده حضرتك عرفت نسبة التحميل بتاعة الشقة بتاعتك وطبعا الافضل ان حضرتك لما تحسب سعر المتر احسبه على صافي المساحة اللي حضرتك بتشتريها مش من اجمال المساحة اللي حضرتك بتتعاقد عليها وده لاني طبعا اني نسبة التحميل ديت بتختلف من شركة للتانية والموضوع ده انا كنت شرحته بالتفصيل قبل كده وديت امثلة في الموضوع دوت ومهم جدا ان حضرتك تتأكد من نسبة التحميل لانها تعتبر من ضمن المحددات لسعر المتر اللي حضرتك بتشتري على اساسه فدي كده عموما كانت معلومات بسيطة حبيت اوضحها لحضرتكم عن موضوع نسبة التحميل في العاصمة وانا هنا بدوري استشاري عقاري متخصص في العاصمة ان انا بوضح لحضرتك المشاريع اللي تقدر تشتري فيها المساحة الصافية المناسبة مقابل السعر المناسب اللي حضرتك بتدفعه عشان طبعا حضرتك تحقق اعلى قيمة مستقبلية للوحدة بتاعتك وطبعا يشرفني ان احنا نتعاون مع بعض حضرتكم تقدروا تتواصلوا معايا من خلال رقم الظاهر على الشاشة متاحة ليه الواتساب وفيه كمان لينك موجود في اول الوصف وحضرتك مجرد ما بتضغط عليه بيوصلك على طول على الواتساب الخاص بيه طبعا الخدمة دي بتكون مجانية وتحت امر حضرتكم في اي وقت وشكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر